العقيقة سنذهب اليوم الى خالتك فعلينا ان نسرع قليلا لما سنذهب اليوم ايضا الى خالتي الم نقم بزيارتها منذ اسبوع عندما انجبت معاذا كانت للاطمئنان على صحتها اما هذه المرة فسنذهب لحضور عقيقة ابن خالتك معاذ عقيقة وما هي العقيقة يا امي العقيقة هي ما يذبح عن المولوج تقربا الى الله تعالى وهل هي فرض ام سنة ذبح العقيقة سنة مؤكدة وهل هناك دليل على ذلك نعم حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى وما الحكمة من مشروعيتها؟ ان مشروعية العقيقة عن المولود له حكم ظاهرة اهمها انها شكر لله تعالى على نعمة الولد لاظهار الفرح والسرور بهذه النعمة وهل تختلف العقيقة في حالة اختلاف نوع المولود؟ نعم يا اروى فعن ام كرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه وهل هناك وقت محدد لذبح العقيقة؟ السنة ذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادة المولود لحديث سمرة السابق وفيه تذبح عنه يوم السابع فان فات اليوم السابع فيذبحها في اي يوم بعده ويبادر بذلك في اقرب وقت امكنه الذبح فيه وما يجزئ في العقيقة؟ يجزئ في العقيقة ما يجزئ في الاضحية من حيث السن والخلو من العيوب التي لا تجزئ في الاضاحي الا انه لا يجزئ في العقيقة سبع بدنة ولا سبع بقرة اذ لا يجزئ فيها الاشتراك حسنا هيا يا امي سارعي في تهذيب مظهري كي نذهب سريعا لحضور عقيقة معاذن ابن خالتي حسنا ولكن عليك بتلخيص ما تعلمته اليوم حسنا يا امي خلاصة ما تناولناه اليوم تعرفنا معنى العقيقة وهي ما يذبح عن المولود تقربا الى الله تعالى وتعرفنا حكمها وهو الثنة مؤكدة وتعرفنا ما يشرع في العقيقة عن الغلام والجارية والحكمة من مشروعيتها انها شكر لله تعالى على المولود وتعبير عن الفرح والسرور لاهل المولود وما هو الوقت المناسب لذبح العقيقة وهو في اليوم السابع من ولادة المولود وما يجزئ في العقيقة وهو ما يجزئ في الاضحية من حيث الثن والخلو من العيوب التي لا تجزئ في الاضاحي الا انه لا يجزئ في العقيقة سبع بدنة ولا سبع بقرة اذ لا يجزئ فيها الاشتراك اشتركوا في القناة